العملية تمت منتصف الليل من أعلى معلومات تحصل عليها أفراد الفرقة الإقليمية لدرك وطني بيتلغمة مفادها وجود شاحنتين محملتين بكواب مختلفة من سلوقة ومعيدة لتحويل على أثر ذلك تم تشكيل دورية واحتلال محور طريق الوطني رقم 100 أين تم توقف شاحنتين محل معلومة بعد المراقبة الإدارية للوثائق وتفتيش شاحنتين تم حجز ما يقارث نيوستين قنطار من كوابل أليمنيون ذات التقط العالي وعشر قناطين من كوابل النحاسية بدون وثائق فاسمح له بممارس هذا النوع من النشاط مباشرة تم اقتيات سائق الشاحنة الأولى إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق ليبقى السائق الثاني محل نشاط أبحاث مواصلة للتحقيق تم سماء الممثل القانوني بشركة جزائر السير شبكة نقل كهرباء ومعينته للمحجوزات حيث أكد أنها ميك في الشركة وهي محل سارقة كما لا تشترى ولا تباع في المزار العالي بعد استخدام التحقيق سيتم التقديم المعنيين أمام سيد وكي جمهوري لدى محكمة الروم الإيد وتسلي محجوزات لمدية أملك الدولة